يكون يوم النصر ويوم استكمال ثورة الخامس والعشرين من يناير والانتصار إلى أهدافها ويوم الوفاء لدماء الشهداء مشادداً على أن السلمية هي سلاح المصرية بسم الله الرحمن الرحيم وما النصر إلا من عند الله صدق الله العظيم غداً 30 يونيو يوم النصر بإذن الله يوم استكمال ثورة 25 يناير يوم الانتصار لأهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية يوم الوفاء لدماء الشهداء يوم الوقوف من شعب حر ضد سلطة مستبدة يوم تفرض فيه مصر إرادتها الحرة الغلابة من أجل أن تبني مستقبلاً يليق بها ويجمع كل أهلها في دولة وطنية تقوم على العدل بعد أن شاع الجور وعلى المحبة بعد أن انتشرت القرائية وتبني دولة المواطنة وسيادة القانون والبيوت المسطورة الميسورة بدون ضن الفقر والحرمان غداً 30 يونيو نستكمل ثورة 25 يناير يوم أمس كان أول الغيث ورأينا البشرة مصر كلها في محافظتها ومدنيها تتحرك من أجل الحرية والذين يدافعون عن الاستبداد يحصرون أنفسهم ويحاصرهم شعبهم في ميدان وحيد معزول وإذا كان الأمس هو أول الغيث فغداً 30 يونيو هو بإذن الله طوفان الشعب الذي لن يصده طاغية ولن يقف أمامه جماعة ولن يستطيع أن يمنعه من الوصول إلى أهدافه النبيلة سد أو عائق غداً نحن في الميادين علم مصر وحدنا لا نرفع صورة ولا راية سواه نثور لا من أجل حزب ولا فرد ولا جماعة لا لتمكين أحد ولا لاكتساس أحد وإنما من أجل مصر العادلة التي نستحقها السلمية سلاحنا ندين كل أشكال العنف التي واقعت بالأمس وكل هجوم على مقرات الإخوان أو حزبهم فنحن لا نحارب حجراً وإنما سياسات مستبدة وفشل عن الوفاء باحتياجات الناس سنتمسك بالسلمية ونعرف أن من يلجأ للعنف عدو للشعب وخائن للثورة عن عمد أو عن جهل وسلميتنا ستكسر كل عنف يمكن أن يتوجه إلينا نحن شعب عظيم متنوع وموحد ولهذا سنلتزم في الميادين غداً بوحدتنا ولن نثير شيئاً يفرقنا شعب عظيم يطلب حقه في الحرية هدف واضح انتخابات رئاسية مبكرة بضمانات حقيقية لنزاهتها نجتمع ونحن نعلم أن القوة في الشعب هو القائد والمعلم فإذا قال كلمته وإذا فرض إرادته بملايينه السلمية المتحضرة سوف تنحاز إليه كل قواه في مؤسسات الدولة جيشاً وشرطة وقضاءاً ونحن نمد يدنا إلى قوى الإسلام السياسي التي لم تشارك في الحكم وليست مسؤولة عن فشله ولا عن استبداده ونقول غداً يوم لثورة المصريين وأنتم تعلمون من هم المصريون الذين احتضنوا دينهم منذ أربعة عشر قرناً خلت نحن مع الإسلام وضد استبداد الإخوان ونحن لن نقطص ولن نكتث ولن نعزل ولن نقصي بل سنمد أيدينا مع نصر الله عزيزاً مؤذراً وهو قريب بأمره وإذنه سنمد أيدينا لكل المصريين لنحفظ لهم حريتهم وكرامتهم وحقوقهم في دولة عادلة تليق بنا غداً ثلاثين يونيو يوم يقول الشعب كلمته وإذا قال الشعب كلمته فعلى الحكام أن ينصاعوا طائعين أو يفرض عليهم الشعب إرادته وهي من إرادة الله ترجمة نانسي قنقر